الخامس القسم الخامس من هذا المتهم المبارك والأخير ذكر فيه ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت وذكر فيه وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام نعم باقي على قيام الساعة الهجرة إذا تريد البقاء في بلاد الكفر لابد أن تبقى للدعوة للنصف نعم لا يمكن أن تتجاوز الحد وتعبد غير الله تعبد الأصنام تعبد الأحجار تعبد الشمس تعبد القمر تطيع المخلوق في معصة الله سبحانه وتعالى لابد أن تحذر من إبليس من الشيطان لا يمكن أن ترضى أن تعبد من دون الله جاء إنسان وانحنالك تمكن هذا الانحناء لا يمكن لإنسان مخلوق أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه لا أحد يعلم الغيب إلا الله فكل من قال تقوم القيامة غداً غداً يقع كذاً غداً يفوز الفريق الفلاني كذاب لا نرضى إلا بتحكيم الشريع الإسلامي وبهذا تم هذا الشرح المختصر لهذا المتن المبارك والله الحمد مهم جداً نراجع هذا المتن بخاصة الأدلة التعريفات الإسلام التوحيد الإيمان وأركانه نعم هذه مهمة جداً يضبطها المسلم يتعلم ويعلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد آمين والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى صحبه السلام أزاكم الله خيراً نحن نسلم على صحبه السلام على نبيه ويطلب منها على صحبه السلام على الفرس صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة الخطأ أيضًا النبوذي المصرانة المصرانة